طردت أكثر من ستين عائلة من مخيم الشعب سلاسة في مديرية البريقة غربي عدن بعد تجريف مخيمهم على خلفية انذار من صاحب الأرز بإخلاء المخيم وتجاهل مالك الأرز توقيت الطرد ولهيب الصيف والظروف الإنسانية الصعبة التي سيواجهها النازحون الذين أصبح معظمهم يتخذوا من الطرق الإسفلتية ما أولى النازحون ناشد الجنة الجهات الحكومية والمنظمات الأممية والوحدة التنفيذية بالتدخل العاجل لتوفير مسكن بديل للعوائل المتضررة التي نامت على جوانب الطرق وبالقرب من سور المخيم أي أنه لم يتم التدخل من قبل أي منظمة أو جمعية إغاثية لإيواء العائلات التي معظمها من النساء والأطفال نحن نازحين في حوش فكة بير أحمد لنا حوالي شهرين كل مرة يجي واحد يطالبنا بالخروج والآن أضطرنا إعطونا مهلة إلى أمس المغرب أنه إذا ما نخرج سيتم ضرب الرصاص علينا والآن خرقنا للعراء ونطالب الوحدات التنفيذية والمنظمات الإنسانية وفاعلين الخير يعني عمل الحلول سريعة تؤوي مديرية البريقة وحدها أكثر من 2420 نازحا منهم 633 موزعون على خمسة مخيمات وتجمعات بينما يقطن 1787 نازحا في عدد من مناطق المديرية ويعاني معظمهم من ارتفاع وطيرة المعاناة في ظل تراجع أداء المؤسسات والمنظمات الدولية عن تأمين ما يمكنهم من احتياجاتهم الضرورية في الروح في الروح في الروح أنت قموا أننا أحنا أحنا أستوينا لا مخيمة زي الناس لا أكل لا راشال لا شرب ترجمة نانسي قنقر